موسيقى تصاعد التوتر بين كوريا وأمريكا والأخيرة تحذر من تحركات ستؤدي لسقوط نظام بيونج يانج الجيش السوري الحر يستعيد تلالا استراتيجية قرب الحدود مع الأردن وقوات عراقية تصل أطراف تلعفر استعدادا لتحريرها من داعش أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن دع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس كوريا الشمالية إلى التوقف عن تطوير السلاح النووي وإلا فإنها ستواجه نهاية نظامها وتدمير شعبها وأضف ماتس أن كوريا الشمالية لن تستطيع منافسة الولايات المتحدة في أي سباق نووي وقالت بيونج يانج أن جيشها يضع خططا لإطلاق أربعة صواريخ فاليستية بحلول الخامس عشر من هذا الشهر لتسقط في البحر على بعد أربعين كيلو مترا من قاعدة جوام العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ سيكون من الأفضل لكوريا الشمالية أن لا تطلق مزيدا من التهديدات ضد الولايات المتحدة وإلا واجهناها بالنار والغضب بعد أن تواعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كوريا الشمالية بالمواجهة بالنار والغضب وبالتزامن مع إعلان وكالة الاستخبارات الأمريكية عن تقرير نشرته تقيم فيه ما إذا كانت بيونج يانج نجحت في إنتاج رأس حربي نووي يمكن تركيبه في صواريخها أم لا تعلن كوريا الشمالية وبتهديد صريح نيتها لاستهداف مناطق قرب المنشآت العسكرية الاستراتيجية الأمريكية في جزيرة جوام في المحيط الهادئ بصواريخ باليستية متوسطة المدى لتضع أرضا أمريكية أخرى في مرمى نيرانها وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قالت بيونج يانج إنها تبحث بعناية الخطة الحربية لإقامة غلاف ناري في المناطق المحيطة بجزيرة جوام بواسطة صواريخ باليستية استراتيجية متوسطة المدى وأضافت أن الخطة سيتم الانتهاء منها وستوضع قيد التطبيق بشكل متزامن ومتتابع حتى يتخذ كيم جونج أون القائد الأعلى للقوات النووية لكوريا الشمالية القرار وتقع جزيرة جوام غرب المحيط الهادئ وشمال استراليا وهي أرض أمريكية وبها عدة قواعد عسكرية أمريكية بحرية وجوية اتحتل القواعد العسكرية 29% من مساحة الجزيرة ما يعظم من أهمية جوام الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وصرحت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لها أنه من الممكن أن تكون كوريا الشمالية أنجزت أسلحة نووية مصغرة وطورت رؤوسا نووية واليابان حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة والتي يمكن أن تكون هدفا محتملا لعدوان كوريا شمالي مجلس الأمن الدولي بدوره فرض عقوبات مشددة هي الأكبر حتى الآن على كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ بلستي يمكن أن يستخدم في حمل رأس نووي يذكر أن المناوشات الكلامية بين بيونج يانج وواشنطن مستمرة منذ أسابيع وهي عامرة بالتهديد والوعيد من الطرفين لكن دون تحركات حقيقية باستثناء تجربتين صاروخيتين أجرتهما كوريا الشمالية مؤخرا نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود تباين في مواقف رموز إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كوريا الشمالية وقللت أن طيقة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نوريت من شأن اختلاف تصريحات ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قائلة إن الولايات المتحدة تتحدث بصوت واحد وكان ترامب حذر بيونج يانج من مواجهة النار والغضب بسبب صواريخها الباليستية إلا أن تيلرسون قال إنه لا يعتقد أن هناك تهديدا وشيكا من كوريا الشمالية أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اعتقال الشرطة للمشتبه به في هجوم على جنود فرنسيين في إحدى ضواحي باريس وأشار التقارير العالمية إلى أنه تم توقيف المشتبه به إثر إصابته برصاص الشرطة على إحدى الطرق السريعة شمال باريس على الطرف الغربي لباريس وتحديدا في ضحية لوفالو بيري الهادئة اختفى سكون المدينة بعدما صدمت مركبة يوم الأربعاء جنودا فرنسيين في هجوم متعمد وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن رجلا قاد مركبته باتجاه مجموعة من رجال الشرطة عند خروجهم من ثكنتهم في الضاحية الفرنسية وأكدت مصادر أن الضحايا هم من المشاركين في عملية سنتينيل لمكافحة الإرهاب جاء هذا في الوقت الذي حذر فيه وزير الداخلية الفرنسي من عودة 271 إرهابيا من بينهم 54 قاصرا من سوريا والعراق إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 700 فرنسي في صفوف داعش وتكافح فرنسا مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة التدفق ما يسمى بالعائدين وقال وزير الداخلية الفرنسي في تصريحات صحفية إن من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغا و54 حدثا مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا الجدير بالذكر أن فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية إذ قتل مسلحون ومفجرون انتحاريون 130 شخصا في باريس ومناطق محيطة بها في نوفمبر 22 عام 2015 كما قتل أكثر من 100 شخص في هجمات أخرى شأنها متشددون في فرنسا خلال الثلاث سنوات الماضية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كريستوفر لوغان إن بلاده لا تخطط لقصف مواقع لتنظيم داعش في أراضي الفلبين لأن سلطات البلاد لم تطلب ذلك وضف لوغان أن الفلبين لم تطلب والولايات المتحدة لا تخطط لشن ضربات باستخدام طائرات من دون طيار في الفلبين مشددا على أن الولايات المتحدة تحترم سيادة الفلبين ولا تجري أي عمليات أحدية الجانب على أراضيها رغم محاولة داعش بسط نفوذه في الفلبين إن أنه لم يستطع أن يستخدم البروباندا لصالحه مثل ما تعود حيث لن نكاد نجد معلومات أو مقاطع مسورة عن تواجده في هذا البلد الأسيوي تضم عدد مقاتله أو نشاطاته أو هجماته في ظاهرة يفسرها المراقبون بعدم تفرغ التنظيم الكلي لهذه المنطقة وانشغاله ببؤر التوتر في كل من سوريا والعراق على وجه الخصوص الفلبين التي تعد من أكثر الدول غير الإسلامية التي نمت فيها التنظيمات المتشددة منذ أكثر من ثلاثين عاما كانت أراضي خصبة لظهور داعش حيث انتشر بفضل أجهزة تحسس عالمية للأزمات مكنته من تحديد بؤر التوتر وتحويل الصراعات إلى مصلحته وهو ما يفعله من حين إلى آخر في الفلبين مختنصا الفرصة لإطلاق ضربات باسمه تاريخ داعش في الفلبين ليس بالبعيد ويمكن اختزاله في جماعة أبو سياف بالدرجة الأولى التي أعلنت رسميا عن انتمائها لداعش العام 2015 وتعد جماعة أبو سياف مجموعة متطرفة كانت انشقت العام 91 تسعمائة وألف عن جبهة تحرير مورو التي قادت حربا ضد القوات الحكومية لعدة عقود للحصول على حكم ذاتي في المنطقة وتمثل القوام الرئيس للمتمردين في أرخبيل مندناو جنوب الفلبين وقد أسس هذه الجماعة المتطرفة عبد الرزاق أبو باكر جنجلاني الذي تلقى تعليمه في ليبيا حيث عاش فترة من الوقت قبل أن يعود إلى بلاده ليقود هذا الفصيل المتطرف حتى مقتله في اجتباك مع وحدة أمنية فلبينية العام 98 ليخلفه شقيقه الأصغر قذافي جنجلاني والذي قتل بدوره العام 2007 ومع شح المعلومات عن عدد مقاتلي داعش في الفلبين روج التنظيم مؤخرا لمعلومات عن نشاطات الجماعات المسلحة التابعة له هناك وادعى أن قواته هناك تضم عشر كتائب وأن مسلحيه قتلوا حوالي 300 جنديا فلبيني منذ بداية 2015 فيما أشارت التقارير إلى أن المتشددين في الفلبين يعتمدون على الخطف والابتزاز للحصول على الفدية في مؤشر يشي بأن تنظيم داعش أعازم هذه الفترة على التغلغل في جنوب الفلبين خاصة مع تمكونه من جمع معظم الكتائب المقاتلة تحت لوائه وهو ما يعني أن حربا من نوع جديد مرشح للاندلاع في أدغال من دناوة لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنعودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في شن السوري استعادت فصائل الجيش السوري الحر السيطرة على تلال استراتيجي قرب الحدود الأردنية بعد أن سيطرت عليها لساعات قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية وفدت مصادر ميدانية بأن قوات النظام وميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية كانت قد وصلت لمسافة تبعد لعشرة أمتار عن الحدود السورية الأردنية في ريف السويداء الشرقية هذا واندلعت اشتباكاتهم بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة في محيط حي جوبر في دمشق وسط قصف ادفعي وصاروخي على الحي وفق ما ذكر ناشطون في حين أعلنت المعارضة عن قتل عشرة مقاتلين من قوات النظام بكمين في بلدة عين ترما التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل عطاء الدباغ بينما تتواصل المساعد الدولية الرمية إلى توسيع وقف إطلاق النار في محافظات ومدن سورية أخرى لا ينكف نظام الأسد عن قصف آخر معاقل معارضه في الغطط الشرقية وتكثيفه خلال الفترة الماضية ما حذا بالمعارضة المسلحة في حي جوبر وعين ترما إلى رفع حالة التأهب والاستعداد لهجوم بري قد تشنه قوات النظام والميليشيات المساندة له وفق ما ذكرت وكالة روترز وتحت ذريعة قصف الجماعات المتشددة في روطة الشرقية يكثف النظام قصفه على البلدتين المشمولتين باتفاق وقف إطلاق النار ضاربا بعرض الحائط الهدنة التي توسطت بها روسيا وجرى الإعلان عنها قبل أسابيع وقالت المعارضة إن النظام يستغل الهدنة من أجل تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض وفي الحديث عن المكاسب فالمعطيات على أرض الميدان تشير عكس ذلك فقد خسر النظام السوري خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية نحو عشرين مقاتلا من الفرقة الرابعة ودبابتين بعد محاولة فاشلة في التقدم على محور حي جوبر وبلدة عين ترمى وسط تمهيد جوي ومدفعي سبقها بحسب ما ذكرت المعارضة السورية وأكده المرصد السوري لحقوق الإنسان وكانت منظومة الدفاع المدني في الغطط الشرقية قد نشرت إحصائية لقصف قوات النظام لبلدة عين ترمى منذ السادس عشر من تموز يوليو الماضي وحتى السابعة من آب أغسطس الجاري حيث تعرضت أحياء البلدة لمائة وسبعة وثمانين غارة جوية ومائة وسبعة وسبعين قذيفة مدفعية أسفرت عن قتل خمسين مدنيا وإصابة أربعة وسبعين آخرين كل ذلك في ظل هدنة ترعاها روسيا ولكن ست سنوات بقيت فيها الغطط الشرقية تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة وشوكة في حلق الأسد ونظامه وحلفائه كيف لا وهي على مرمى حجر من قصر رأس النظام يقول المعارضون إلى العراق حيث صرح مصدر في الجيش العراقي أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي وصلت إلى أطراف قضاء تل عفر في محافظة نينوى استعداد لتحريرها من احتلال داعش في الوقت الذي جددت فيه الضربات الجوية لطائرات قوات التحالف الدولي على مواقع تنظيم داعش في مدينة تل عفر غربي مدينة الموصل استعدادا لتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابي صرح مصدر في الجيش العراقي أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي وصلت إلى أطراف قضاء تل عفر كما أفاد مصدر آخر بالفرق ذاتها أن قصفا للبنى التحتية لعناصر تنظيم داعش بدأ من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي تمهيدا لاقتحام القضاء طيران التحالف الدولي من جهته جدد ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش في مدينة تل عفر فيما تستعد كتيبة فرنسية لتحرك نحو المدينة ضمن حاملة تحريرها وفي تصريح للأناظول قال النقيب في قوات الحشد الشعبي التركوماني مساعة لجولاق أن الطيران الحربي للتحالف الدولي استهدف ستة مواقع لتنظيم داعش وسط مدينة تل عفر مضيفا أن أصوات انفجارات هائلة نتجت عن تلك الضربات عقبتها انفجارات صغيرة ما يرجح استخدام مخازن الأسلحة والعتاد وبحسب جولاق فإن كتيبة المدفعية الفرنسية ذكية المتمركزة بمحيط سد الموصل تستعد للتحرك باتجاه مواقع قريبة من مدينة تل عفر بهدف إسناد القوات العراقية التي تستمر بتحشداتها من أجل تحرير مدينة تل عفر كما تضم الكتيبة الفرنسية أسلحة متطورة مع طاقمها وسبق واندعمت القوات العراقية إبان العمليات العسكرية لتحرير الموصل من التنظيم الإرهابي الشهر الماضي بعد حملة عسكرية استمرت تسعة أشهر وفي نفس السياق أعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء تل عفر محمد عبد القادر عن وجود أكثر من ألف عنصر من داعش في تل عفر بينهم ستمائة جنسية مختلفة يتواجدون حاليا في قضاء تل عفر وأضاف عبد القادر أن هناك نحو أربعمائة عائلة لا تزال موجودة في منازلها وسط مخاوف من محاولة التنظيم الإرهابي استخدامهم كدروع بشرية مشيرا إلى أن عناصر داعش قاموا بتلغيم المنازل وزرع العبوات الناسفة في الطرق قبل انطلاق عمليات تحرير القضاء أثيرت في الآوينة الأخيرة قضية تهريب الحرس الثوري الإيراني الأسلحة إلى الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه في كل من سوريا والعراق واللبنان واليمن نحن في أخبار الآن مشاهدين توقفنا عند قضية تهريب الأسلحة إلى الحثيين الموانين لإيران في اليمن فقمنا بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان الحمولة المحضورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن يكشف للمرة الأولى الطرق التي يسلكها الحرس الثوري لإيصال الأسلحة إلى اليمن وكيف يستثمر شركات الشحن وكذلك المياه الدولية لخدمة ذلك الزميل زكريا نعساني والتفاصيل إيران خاضت حروبا ست سنوات قليلة بعد نهاية تلك الحروب تندلع الثورة لتخلع الرئيس التي تلك الميليشيا وتستولي على الثورة والشرعية وتمزق البلاد كلما أغلق طريق سلاحها عبد الحرس الثوري الإيراني طريقا آخر شركات شحن مهربون المياه الدولية الطرق البرية الدول المجاورة كل ذلك يتم استثماره لإمداد ميليشيا تخدم مصالح ذاك الحرس الثوري الإيراني الذي يخترق أكثر من بلد عربي نحن في أخبار الآن تقصينا الحقائق والتقينا خبراء وباحثين ومسؤولين يمنيين بمعرفة كل تفاصيل عمليات التهريب ولكن الأمر الذي صدمنا أن سلاح الفرقة الأولى التي استولت عليها ميليشيات الحوثي على سبيل المثال لم يكن له أن يساعدها على الصمود في وجه القوات الشرعية أكثر من شهر فالأمر يتعدى الاستيلاء على سلاح الفرقة الأولى أي أسلحة الجيش اليمن السابق لم تكن مصدر قوة الحوثي فيلم الحمولة المحذورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن الذي أنتجه تلفزيون الآن مؤخرا هدفه التحقيق في تهريب الحرس الثوري للأسلحة إلى الحوثيين لكن على ما يبدو أن اليمن ليس المستهدف من قبل الحرس الثوري في المنطقة فحسب هذا ما أكده الكثير من الخبراء الأمنيين والعسكريين لكنه البلد الذي يتم التركيز عليه أكثر من غيره نظام دولة الملالي في إيران تهريب الأسلحة هو جزء من عقيدة العسكرية القتالية هذه العقيدة التي تعتمد على بروكسي وور تهريب السلاح دعم الجماعات كيف يدعم الجماعات؟ يدعمها بالمال والسلاح وقبلها يكون هو عاملهم أيدولوجية فعقلية التهريب وعقيدة التهريب هذا جزء أساسي من العمل العسكري والتحضيرات العسكرية للانقلاب على الدول وداخل أنظمة الدول فلا نستغرب أطلاقا أصبحوا يملكون خبرة كبيرة في كيفية تهريب السلاح وإخفاءه الفيلم الذي سيعرض قريبا على شاشة الآن يستعرض الآليات التي يتبعها الحرس الثوري الإيراني وكيف يستثمر مهمة شركات الشحن وكذلك المياه الدولية كما يستعرض طرق التهريب الرئيسة التي اعتمدها الحوثيون والحرس الثوري بتمرير السلاح إلى اليمن مع تقديم معطيات ومعلومات تنشر للمرة الأولى فيما يخص الملف اليمني نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير فضيحة البيض الملوث تهز دولاً أوروبية أحييكم من جديد تتواصل منذ أسبوع تداعيات فضيحة انتشار بيض ملوث بمبيد حشري محضور استخدامه في منتجات غذائية مخصصة للاستهلاك البشري عيث سحبت السلطات الصحية ومتاجر كبرى في عدة دول أوروبية البيض الملوث لمنع وصوله إلى المستهلكين التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديمان جمال يعيش عدد من البلدان الأوروبية على وقع مخاوف بشأن تلوث أصاب البيض في هولندا قد يؤدي إلى التخلص من الملايين من الدجاج بدأت هذه القضية التي وصفتها وسائل أعلام أوروبية بالفضيحة عندما استعانى مربو دواج هولنديون بشركة متخصصة بالقضاء على قمل الدجاج استخدمت مادة الفيبرونيل المحضور استخدامها في معالجة الحيوانات التي تباع في متاجر المواد الغذائية وجرى تصدير البيض الملوث بها يأتي الكشف عن الفضيحة بعد قرار سلسلة متاجر ألد الألمانية سحب كل البيض المعروض للبيع في منافذها في ألمانيا الأسبوع الماضي كما سحبت المتاجر في فرنسا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا كميات ضخمة من البيض بعد العثور فيها على المادة التي يمكن أن تلحق أضرارا بالكولة والكبد والغدة الدرقية في وقت ترى منظمة الزراعة الهولندية أن الوضع قد يتطلب إعداما ملايين من الدجاج في 159 شركة في مسعى لمحو آثار المبيد الحشري من الانتاج مشيرة إلى أنه جرى التخلص من 300 ألف دجاجة حتى الآن وتوقف العمل في 180 مزرعة دواجا في هولندا مؤقتا في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع استمرار التحقيق في هذه المشكلة عندما يأتي فصل الصيف وتشتد معه درجات الحرارة نركض نحو بيوتنا أو مكاتبنا أو حتى سياراتنا لاستخدام التكييف الهوائي إلا أن الأمر لا يسلم في كثير من الأحيان من أن نضطر إلى الانتقال فجأة بين مكان بارد للغاية وآخر على النقيذ تماما من السخون والرطوبة ودون مقدمات ما يجعلنا نعاني من تأثيرات السلبية والأوجاع أو ما يسمى بأمراض الصيف التفاصيل مع الزميلة مونة عواد عندما ترتفع درجات حرارة الطقس والرطوبة بشكل كبير نتوجه إلى المكيف الهوائي ليخلصنا من عنائنا ولكن التغييرات التي نشعر بها عند الانتقال من الحرارة إلى البرودة قد تسبب ما يسمى أمراض الصيف كنزلات البرد وغيرها من الأعراض التي تشبه الأنف لوانزا بما في ذلك السيلان الأنفي ومشاكل الجيوب الأنفية ونزيف الأنف والتي هي رد فعل طبيعي عند الانتقال من الجو الحار جدا في الخارج إلى مكان بارد نتيجة هواء التكيف كل هذه هي أعراض لرد طبيعي على وضع غير طبيعي والذي يشمل الانتقال من درجات حرارة مرتفعة إلى منخفضة وبالعكس فارتفاع درجة الحرارة والتعرض المستمر لتيار المكيفات والمراوح وارتفاع معدلات الرطوبة كلها عوامل تزيد من معدلات الإصابة بأمراض الصيف وليس هذا فحسب بل إن مشكلة التلوث تزداد بارتفاع درجة الحرارة ويقول الأطباء إن التعرض لحرارة الجو المرتفعة ومن ثم الهواء البارد يجعل الجهاز التنفسي يصاب بالاحتقان الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد نسبة الإصابات البيروسية الرئوية والبكتيرية للجهاز التنفسي حيث يشعر المريض بارتفاع في درجة الحرارة مع كحة وضيق في التنفس وألام في الصدر الأمر الذي يستدعي إجراء أشعة صدرية مع تدخل مبكر للعلاج منعا لحدوث المضاعفات وبهدف تقليل الأضرار السلبية أثناء ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة صيفا ينصح بتقليل الاعتماد على مكيفات الهواء أو تجنب الانتقال المفاجئ من الجو الحار إلى البارد حيث أن أكثر من 40% من أفراد المجتمع يعانون من أمراض الحساسية في فصل الصيف نتحول وإياكم مشاهدين الكرام إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها إنستجرام يختبر ميزة البث المباشر المشترك جاء في تفاصيل الخبر أعلن القائمون على تطبيق إنستجرام بدء المرحلة التجربية لميزة البث المباشر المشترك الجديدة المتوقع طرحها قريبا ويتطلب استعمال هذه الميزة من المستخدم أولا إنشاء بث مباشر ومن ثم دعوى الضيف إلى البث عن طريق زر يظهر في الزاوية اليمنى السفلية للشاشة ونطالع مشاهدين من صحيفة الويام السعودية أبل تتجه إلى إطلاق آيفون 8 في شهر سبتمبر المقبل تتجه شركة أبل إلى إطلاق هاتفها الرائد القادم المسمى آيفون 8 في شهر سبتمبر أيلول المقبل ويجري ذلك بتزامن مع إطلاقها لهواتف آيفون 7S وآيفون 7S Plus A في اليوم ذاته واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية تقنية جديدة تسمح بالتحكم في الواقع الافتراضي بإشارات العقل طورت شركة ناشئة تقنية جديدة يمكنها مساعدة اللاعبين على التحكم في ألعاب الواقع الافتراضي من خلال أفكارهم وإشارات العقل من دون الحاجة إلى تحرك أيديهم أو بذل أي مجهود إضافي صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم طباعة ثلاثية الأبعاد تحيي أعمالاً فنية قديمة يعمل مصنع في شمال الصين على إنتاج نسخ لأعمال فنية تعود إلى ألاف السنين بوسطة طابعة بالأبعاد الثلاثية وخلافاً لبعض الناسخين الصينيين الذين ينسخون بأعداد صناعية أعمال للفنان فانكوخ وتمثيل النصفية القديمة فإن النماذج في هذا المشغل هي طبق الأصل عن الأعمال القديمة ختاماً مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم R.E.D. تعلن عن هاتف بكاميرات احترافية تنتج صوراً ومقاطع مصورة ثلاثية الأبعاد أعلنت شركة R.E.D. المتخصصة في إنتاج كاميرات المحترفين المستخدمة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي معاً أنها ستطرح مطلع عام 2018 هاتفاً ذكياً جديداً يعمل بكاميرات احترافية تنتج صوراً ومقاطع مصورة ثلاثية الأبعاد نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضاً أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إنشاء منصة جديدة تختص بتسجيلات الفيديو يطلق عليها يطلق عليها اسم شاهد بهدف منافسة يوتيوب ونتفلكس وتويتر وغيرها من منصات التواصل وفي أخبارنا الرياضية سيغيب نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش عن مباراة كأس السوفر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل بسبب تعرضه للطرد في آخر سوفر محلي خاضه الريال وكان أمام أتلاتيكو مدريد في عام 2014 وسيعود مودريتش في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين تصاعد التوتر بين كوريا وأمريكا والأخيرة تحذر من تحركات ستؤدي للسقوط نظام بيونج يانج الجيش السوري الحر يستعيد تلالا استراتيجية قرب الحدود مع الأردن وقوات عراقية تصل أطرافة العفر استعدادا لتحريرها من داعش بهذا إذن مشاهدين كرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد قل من نصف ساعة في موجز الأنباء كونو مالا